تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي عبر اتخاذ حزمة استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين وفق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على الوافق على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة لستة أشهر أخرى وذلك حتى أول أو الأول من يناير المقبل كما وافق مجلس الوزراء على قيام مؤسسات التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية وكذلك على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على السنوية العامة والأزهرية للعام الدراسي بواقع 1% لأبناء محافظات شمال سيناء وخلال الاجتماع الأسبوعي أشهد مجلس الوزراء بالقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت مؤخرا بمدينة العالمين الجديدة وبالرسائل الهامة التي تضمنها بيان القمة الختمية كما أشهد مجلس الوزراء بالجولة التفقدية التي قام بها رئيس سيسي أمس بمدينة السلوم والحوار الودي الذي دار مع مجموعة من شيوخ وعواق المطروح وذلك حول جهود التنمية المبزولة من جانب الدولة في مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر